في خضم تحقيقات أمريكية عدة حول ممارسات الرئيس السابق دونالد ترامب داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مقر ترامب في أحد المنتجعات بولاية فلوريدا ترامب وصف المداهمة بأنها سوء سلوك من جانب الادعاء العام واستخدام لنظام العدالة كسلاح ضمن مخطط ديمقراطي لمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 وفي الوقت الذي لم يشر فيه ترامب إلى الأسباب ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عملية التفتيش تتعلق بسوء تعامل ترامب مع مستندات سرية رسمية نقالها إلى مقره المذكور وفي فبراير الماضي كشفت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت وثائق سرية للغاية حملها الرئيس السابق معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارة انتخابات 2020 وحينها طلبت هيئة المحفوظات من وزارة العدل فتح تحقيق في ممارسات ترامب الذي يدور حوله عدد كبير من التحقيقات القضائية المفتوحة بينها اقتحام أنصاره لمقر الكونجرس فور خسارته الانتخابات وتحقيق يتعلق بممارسات منظمته التجارية ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40% يأمل ترامب في العودة إلى البيت الأبيض رغم أنه لم يعلن بعد صراحة عزمه خوض صباق انتخابات الرئاسة المقبلة اشتركوا في القناة